كما صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله قرار رقم 11 لسنة 2024 بتشكيل لجنة جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية الدورة الثامنة 2024-2026 ونص القرار على أنه تشكل لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية الدورة الثامنة 2024-2026 على النحو التالي الأستاذة لولوى صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسا الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي بورصة البحرين عضوا المهندسة مريم أحمل جمعان رئيسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عضو المجلس الأعلى للمرأة عضوا الدكتور عبد الرحمن عبد الحسين جواهري الرئيس التنفيذي شركة نفط البحرين بابكو عضوا السيدة هالة أحسين يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عضوا السيد أسامة صالح العلوي وكيل الاقتصاد الوطني وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا السيدة مهى عبد الحميز مفيز الرئيس التنفيذي صندوق العمل تمكين عضوا الدكتور عبد الرزاق محمد القحطاني القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عضوا السيد فيصل أحمد محمد صالح عبد الله الوكيل المساعد لسجل التجاري والشركات وزارة التجارة والصناعة عضوا والسيدة ريم حسن حميد مرهون مدير عام السياسات والأجور جهاز الخدمة المدنية عضوا ترجمة نانسي قنقر